بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون العزاء في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصعد الله صباحكم بكل خير نشرة الأخبار من فضائية الخرطوم وفيها نتابع رئيس مجلس سيادة الانتقالي يبحث مع وفد المحكمة الجنائية الدولية سبل التعاون بين الحكومة والمحكمة الجنائية رئيس مجلس الوزراء يلتقي بمكتبه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم وللخرطوم يعقد اجتماعا يبحث من خلاله التوصل لخطة إسعافية عجلة لتأهيل الطرق والتقاطعات الرئيسية من مقدمة النشرة إلى تفصيلاتها من فضائية الخرطوم أهلا بكم التقى رئيس مجلس سيادة الانتقالي الفريق والركن عبدالفتاح البرهان وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا والتي قالت أن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية وأكدت أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين للتعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاذ هذا التعاون وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية لقد حصلت على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبية الجرائم في دارفور وأوضحت بن سودا أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم خمسين تلاتة وتسعين وأوضحت بن سودا أن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة الجنائية من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور تسلم رئيس مجلس سيادة الانتقالي الفريق والركن عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس الأريترية السياسية فورغي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها جاء ذلك لدى استقباله وزير خارجية أريترية ومبعوث الرئيس الأريترية عثمان صالح الذي سلمه الرسالة وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين السودان وأريترية في المجالات كافة وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المحيطين الإقليمي والدولي تسلم رئيس مجلس سيادة الانتقالي الفريق والركن عبدالفتاح البرهان أوراق اعتماد سفراء كل من ألمانيا هولندا الباتيكان السويد والنرويج لدى السودان وأوضحت مديرة الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السفيرة هالا بابكر النور أن رئيس مجلس سيادة الانتقالي أكد للسفراء الجدد خلال لقائه بهم إنهم سيجدون المساندة والدعم اللازم الذي سيمكنهم من تأذية مهامهم على الوجه الأكمل من أجل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين السودان وبلدانهم في المجالات كافة جدد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك حرص السودان على تعزيز العلاقات مع دولة أريترية جاء ذلك لدى لقائه وزير الخارجية الأريترية سيد عثمان صالح والسيد عثمان يماني قبرى المستشار السياسي للرئيس الأريتري وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس ووكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف عبدالله والقائم بأعمال السفارة الأريترية لدى السودان وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا فضلا عن أهمية التشاور المستمرة في جانب تعزيز التعاون الإقليمية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة أصدر والي الخرطوم الأساذ أيمن خالد نيمير بيانا بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين من أكتوبر وقال الوالي إن 21 أكتوبر نقطة صاطعة في تاريخ السودان الحديثة ثار فيه شعبنا ضد الطغاط وأطلق صرخة الحرية التي كانت شعلتها الهادية شعلتها هاديا وسراجا منيرا لكل المناهضين للدكتاتوريات والأنظمة الشمولية حتى أتى جيل التضحيات جيل ديسمبر مؤكدا أن فجر الحرية آتين وإن طال ليل الاستبداد حرية هي شعار ثورتنا الذي قاتلت أمتنا من أجله وفي سبيله لبى نداء ربه نفر كريم من الثوار نترحم على أرواحهم الطاهرة وضحى أبناء الشعب بالغالي والنفيس حتى ترى هذه الثمرة تأتي ذكرى أكتوبر هذا العام وثورتنا تنضي لتحقيق أهدافها بثبات وعزمة فبالأمس تحقق السلام الذي طال انتظاره واليوم انفكت عن بلادنا تهمة الإرهاب التي لازمتنا في العهد البائد وأضاف والي الخرطوم لا يخفى عليكم استغلال أنصار العهد البائد وعوانه لمناخ الحرية والتعبير السلمي ومحاولاتهم المستمرة لاستغلال مواكب الثوار والتستر خلفها طمعا في عودة حكم بائد أو محاولة يائسة لأحداث عنف يعكر صفاء سلمية الثورة وكما هو معلوم لديكم تحركات النظام البائد ودعواتهم البائسة لهذا اليوم العظيم والاستماتة في محاولة حرف مواكب الثوار عن مساراتها الثورية بغرض إحداث الفوضى بناء على تلك المعلومات نؤكد أننا سنعمل بكل عزم وحسم على تأمين مسارات مواكب الثوار فالمواكب السلمية هي التي أنجزت الثورة والتغيير وأزالت نظام الثلاثين عاما القمي وهي قادرة على الضغط على هيكل السلطة الانتقالية لاستكمال أهداف الثورة وتخطي عقبات وتحديات الفترة الانتقالية فحرية التعبير حق انتذعه الثوار عنوة واقتدارة ولا توجد سلطة قادرة على انتزاعه وهو حق تكفله الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية ولزاما علينا كممثلين لهذه السلطة توفير الحماية لقيام من يرغب بممارسة كامل حقوقه غير منقوصة شعبنا بناء على ما نملك من معلومات نعتذر لمواطنية ولاية الخرطوم عن ما سيمسهم من ضر نتيجة إغلاق كبار المدينة احترازيا من ساعة الثانية عشر منتصف ليل الثلاثاء وحتى مساء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 والي الخرطوم الأساذ أيمن خالد نمير عقد والي الخرطوم الأساذ أيمن خالد نمير اجتماعا موسعا أمس بحث من خلاله التوصل إلى خطة إسعافية عجلة لتأهيل الطرق والتقاطعات الرئيسية التي تأثرت بفصل الخريفة متضمنة تأهيل المدارس ومعالجة الحفر التي خلفتها كسورات مياه الشربة وذلك بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة التربية والتعليم ومدير عام وزارة التخطيط العمراني ومدير هيئة الطرق والجسور ومعاوني وهيئة مياه ولاية الخرطوم وتم الاتفاق على أولويات الخطة الإسعافية بالتنسيق مع إدارة المرور بأن يتم التركيز على الطرق والتقاطعات الرئيسية التي تعوق الحركة وتتسبب في الزحام المروري متضمنة تأهيل مداخل ومخارج مواقف المواصلات بالإضافة لرصد الحفر التي خلفتها كسورات المياه لمعالجتها ضمن الخطة الإسعافية وتعهد الوالي بتوفير الاحتياجات المطلوبة للخطة على أن يتم رفعها خلال 48 ساعة ومن ثم يتم الشروع في تنفيذها فورا كما وجه الاتماع بصيانة وتشغيل إشارات المرور المعطلة ومتابعة إنارة الكباري نواصل تقديم نشرة الأخبار من فضائية الخرطوم عقب هذا الفاصل فابقوا معنا أهلا بكم من جديد رحب وزيراء الخارجية والمالية بخطوة الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وأشار إلى أن هذه الخطوة هي البداية لمشوار الألف ميل وأنها تفتح الطريق أمام السودان للعودة التدريجية إلى حضن المجتمع الدولية وقال وزير الخارجية المكلب عمر قمر الدين إن هذه الخطوة مباركة وقد بدأت في إعطاء ثمراتها حيث تلقى وعودا أثناء جولته الأوروبية بداية هذا الشهر تصب في صالح السودان موضحا أن إرهاسات رفع اسم السودان من القائمة كانت حاضرة عند زعماء الدول التي زارها مؤخرة مشيرا إلى قول جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية إن اعتزام الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أمر بالغ الأهمية ويعني ذلك أن الولايات المتحدة والرئيس ترامبا يقرون بالتغيير وبجهود رئيس الوزراء وقال أن رفع اسم السودان سيعزز من إنكانية اندماجه في المجتمع الدولية والوصول إلى الاقتصاد العالمي الكرام للشعب السوداني هذه هي البداية هذه ليست حلا لكل إشكالاتنا ولكنها البداية لإعادة الكرام للشعب السوداني بمسير الخطوة الأولى نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فالشعب السوداني ليس إرهابيا ولا يمارس الإرهاب ولكنه حكم بالنظام يعاضد الإرهاب حين كانت شعاراته المعلنة أمريكا ظنى درابها ومن شاكلتها من هذه الخطرفات وكانت وسيلته المفضلة هي ليست فقط إشاعة الإرهاب بين دول العالم إنما إرهاب الشعب السوداني الذي كان تحت وطأة هذا النظام المفسد الفاسد وأشار وزير الخارجية في منبر وكالة السودان للأنباء أمس أن هناك العديد من الخطوات التي سيتخذها السودان إثر هذا القرار الأمريكي حتى يعود عضوا فاعلا في المجتمع الدولي ويتخطى المأزق الذي وضعه فيه النظام البائد مؤكدا أن السودان لا يقر ولا يدعم ولا يشجع الإرهاب دعك عن رعايته الآن سنبدأ عودتنا إلى المحافل الدولية وإلى حضن الأمم معززين مكرمين وتعود البلاد إلى سموقها بداية باحترامها ويعفاء الديون التي أثقلت كاهلنا وجذب الاستثمارات وسنعمل على تكمل عودة السودان لمصاف الأمم في كل المجالات فلكم حرمنا من التصويت في المحافل الدولية ولكم حرم أفرادنا من القبول في هذه المؤسسات رغم تأهيلهم العالي إلا أننا آتينا من دولة وصمت بأنها تمارس الإرهاب فرغم التحديات الكبرى ورغم هذا العمل المضمي إلا أننا يحدون الأمل في شبابنا ونسائنا والذين قاتلوا وصمدوا وثابروا في هذه البلاد أن نكمل المسيرة معا وأن نعود إلى حضن العالم كما ذكرنا وأن نعمل معا جميعا من أجل كرامة السودان وعزته من جانبها أشارت دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادية المكلفة في المؤتمر الصحفي بسونة أمس إلى الفوائد العملية والنفسية والاقتصادية التي سيجنيها السودان إثر هذه الخطوة بما في ذلك يلغاء الديون ويعادة الجدولة والحصول على مساعدات ودعم مالي من المؤسسات الدولية بجانب ما ستقدمه الحكومة الأمريكية للشركات والمستثمرين من القطاع الخاص إلى ذلك نفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادية المكلفة أن يكون لقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بارتباط بأي ملفات أخرى وأضافت أن الحكومة متوافقة مع هذا الملف باعتباره ملفا منفصلا وليس له تداخل مع أي ملف آخر حيث يتاح لها الفرصة للتفكير بشكل استراتيجي فيما يهم مصلحة مواطنيها نقابل شعبنا بأخبار سعيدة طبعا أول حاجة عاوزة أبدأ بيها هي التحية اللي منكررها ونبدأ بيها في كل مرة كل ما كسبنا نصر اللي هي التحية لكل شهداء الثورة السودانية من أول وبداية النظام البائد وحتى شهداء ثورة ديسمبر المجيدة التحيل كل الشعب السوداني على طريق الحرية والسلام والعدالة والتحيل الشعب السوداني الصابر الصبور والذي يعرف متى يثور الشعب الذي كابد ظلم من النظام البائد وتحمل شرور كل جرائم النظام القديم بصبر شديد ثم حول صبره إلى عزيمة وإصرار عزيمين فانتفض ثم انتظم لأعادة الإعمار من الوهلة الأولى الوصول للحكومة الانتقالية كانت أهدافنا ومحددة وبناء عليها وضعنا خطط محددة وواضحة كان إزالة اسم السودان من قائمة الدول الرائية للإرهاب أحد أهم أولوياتنا كما قال الرئيس حمدوك نحن لسنا إرهابيين والشعب السوداني رائد التسامح في كل الأحوال والسلمية الآن قال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك الدكتور آدم حريكا إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائية للإرهاب يمثل فجرا جديدا للسودان الأمر الذي سينعكس إيجابا على زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات وأضح في منبر وكالة السودان للأنباء الذي انعقد أمسا أن الالتزام بمعايير ونزاهة وشفافية هذا القرار يساعد في ضبط المعاملات المالية الداخلية والخارجية للسودان مضيفا أن المعاملات المالية الخارجية كانت تتم بصورة غير منظمة وعشوائية وعلى مستوى الأفراد وأشار إلى أن هذا القرار يسمح للسودان بإقامة معاملات أكثر شفافية مع نظام المالية العالمية ومعرفة أين ذهبت الأموال التي جاءت من عائد البترول حتى العام 2011 قائلا إننا نستطيع الآن التعامل بطريقة مؤسسة وسوية وأبان حريكا أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب يعتبر فرصة لمحاربة التدفقات المالية الغير قانونية ومطاردة الفساد الذي تم خلال الثلاثين عاما الماضية ويسهل محاربة الجرائم المالية المختلفة وقال إن هذا اليوم تاريخي محييا كل من ضح من أجل الوطن وأوضح أنه برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب نستطيع أن نخطط ونضع خطة طويلة وقصيرة المدى والعمل على تنفيذها عبر دعم العالم بجانب وضع سياسات لإدارة الاقتصاد نستطيع أن نتعامل بطريقة مؤسسية وسوية وأن نتعامل مع العالم الخارج وكل المؤسسات العالمية الخارجية لضمان عملية النزاهة في المعاملات المالية والشفافية في المعاملات المالية وده يتطلب شنو؟ بالإضافة إلى أننا إن شاء الله هذا يوفر لنا فرصة لمحاربة التدفقات المالية غير الرسمية أو غير القانونية ما يسمى بالإليست فاناشيا الفلوس وأيضا محاربة أو مطاردة الفساد الذي حدث عبر ثلاثين سنة وده يسهل لنا بجانب عملية التحكم في التجارة التحكم في التدفقات المالية ومحاربة الفساد يسهل لنا محاربة الجرائم المالية المختلفة الجرائم المالية المختلفة لأنه كما قال السيد محافظة البنك المركزي نحن الآن لدينا نظام مصرفي إن شاء الله سينفتح على العالم ويتطلب تعامله مع العالم الالتزام بمعايير نزاهة وشفافية كبيرة بتساعدنا في ضبط العمليات الداخلية والمعاملات الخارجية أنا أفتكد نحن في فجر جديد اليوم وعلينا أن نبدأ اليوم أن نعمل على تعظيم الصادرات زيادة الاستثمار نخطط لزيادة الاستثمار زيادة الانتاج زيادة الصادرات والتصنيع 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 وأنا شخصيا بحلم باليوم وبشوفه في اليوم اللي فيه يكون عندنا اقتصاد مستغر والمواطن ما بيعاني عشان يحصل على خدمة أو سلعة الكينية التي لا تبعد عنها كثيرا ولا تختلف عننا كثيرا في تاريخها وأغلى موارد وأغلى مساحة الآن المواطن يسحب للمصرف للبنك ويختار أنه يسحب شيلين عملة كينية ولا يسحب دولار لا أرى هذا اليوم بعيدا مننا في السودان إن شاء الله تعهد وزير والدفاع اللواء ركن معاش ياسين إبراهيم بالعمل على تطوير صناعة الطيران في السودان ومواكبته للمسجدات العالمية في هذا المجال وهناء لدى مخاطبته احتفال ضباط المراقبة الجوية باليوم العالمية للمراقب الجوي هناء الأمة السودانية بتوقيع اتفاق السلام ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مشيرا إلى إثر هذه الخطوة في التنمية وتطوير صناعة الطيران بالبلاد مؤكدا دعم وزارته لسلطة الطيران المدني لتحقيق الريادة والتميز من جانبه قال المدير العام لسلطة الطيران المدني إن احتفال هذا العام يأتي مختلفا عن الأعوام السابقة في ظل الحرية والسلام والعدالة وعودة السودان إلى حضيرة المجتمع الدولي مؤكدا العمل من أجل تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الطيران والاهتمام بالتدريب لمواكبة الخطة العالمية للطيران المدنية من أمس القريب وفي ذات شهر مولد المصطفى عليه السلام والتسليم تواردت الأنباء عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة الإرهاب هذا النبأ الذي رافقته جهود مكسفة ومداولات مطولة ومضنية ونحسب أنه فاتحة خير لارتباطه بفك الحصار الجائر والتغوقع دون المجتمع الدولي وتركة الدين المسغلة والحرمان من التغنية والتقانة في مجال الطيران والصيانة وقطع القيان كل هذا نحسبه بشريات طيبة ونحن نحتفي باليوم العالمي للمراغب الجوي انطلقت فعاليات ورشة الاعتبارات الدستورية لاتفاقية جبال السلام بوزارة العدلة التي نظمتها إدارة شؤون الدستور والبحوث بحضور وكيلة وزارة العدلة ووكيل ديوان الحكم الاتحادي ورئيس إدارة الدستور وعدد من المستشارين والخبراء القانونيين ولفيف من المختصين والمهتمين وخاطبت الجلسة الافتتاحية مولانا سهام عثمان وكيلة وزارة العدلة مؤكدة على أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا الوقت تحديدا سيما وأن البلاد تستشرف مرحلة جديدة نحو التحول الديمقراطي وأشارت لتضمين اتفاق جبال السلام ضمن الوثيقة الدستورية مؤكدة على اهتمام وزارة العدلة بعقد مثل هذه الورشة التي لها ما بعدها وأضافت وكيلة وزارة العدلة أن الوزارة كانت حاضرة في اتفاق جبال السلام وما بعد اتفاق السلام أطلقت قيادات صوفية وأئمة مساجد ورياضيين ودراميين وفنانين ورجال أعمال وشباب وكنداكات وقطاعات مختلفة بلغت أربعة وثلاثين قطاعا وسبع عشرة جهة متحالفة مبادرة للتسامح والسلام المجتمعي وقال الأمين العام للمبادرة محمد المصبا عبد العاطي لدى مخاطبته تدشين مبادرة التسامح والسلام المجتمعي أمس بفندق الجراند هوليدي فيلا قال إن المبادرة أتت في ظروف معقدة تمر بها البلاد في ظل تعبق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد بجانب ظهور جماعات رافضة وعدم قبولها للآخر دعتنا إلى إطلاق السلام والتسامح المجتمعي لردق النسيج الاجتماعي خاصة في أطراف البلاد البطلبة بذا سيداتي سادتي نصل إلى ختام نشرة الأخبار من فضائية الخرطوم ختاما إليكم تذكيرا بأهم العناوين رئيس مجلس السيادة الانتقالي يبحث مع وفد المحكمة الجنائية الدولية سبل التعاون بين الحكومة والمحكمة رئيس مجلس الوزراء يلتقي بمكتبه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم وللخطوم يعقد اجتماعا يبحث من خلاله التوصل لخطة إسعافية عاجلة لتأهيل الطرق والتقاطعات الرئيسة